موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الثالث من شهر مارس للعام 2018 خمس سنوات مضت من عمر اليمنيين هي الأحلك والأصعب والأثقل تقريبا خلال خمسين عاما خمس سنوات منذ بداية الانقلاب المشؤوم على الدولة والجمهورية والإرادة اليمنية خمس سنوات من الحرب التي أوقدها الانقلاب وشنها التحالف العربي بهدف معلن هو استعادة الشرعية اليمنية وإزالة الانقلاب قبل أن ينحرف مسار التحالف إلى دعم الانقلاب وإسقاد الشرعية في واقع الأمر خمس سنوات من الغدر باليمن والغدر بأهله من الداخل والخارج لا شك بعد هذا أن اليمنيين اليوم يتساءلون عن المصير وعن دورهم في صناعة هذا المصير في حين كان ينبغي فعلا أن يتساءلوا عن دورهم في تحديد هذا المصير والمشاركة في رسم مستقبلهم إلى جوار من يرسمه الآن إذا لم يستطيعوا أن يرسموه وحدهم فعلى الأقل يشاركوا في رسم هذا المستقبل إذا لم يستطيعوا أن يكفوا يد الأجنبي عن العبث بمصيرهم فعلى الأقل يشاركوه ونحن هنا نحاول أيضا أن نشاركهم فهم ما يجري وكيف يمكننا أن نرسم مصيرنا بأيدينا وأن نضع الشروط اللازمة لمنع تكرار المأساة في المستقبل مأساة غياب الدولة مأساة انفراط العقد والتفكك الوحدة الوطنية وما نتج عنها من مآس فردية وجمعية عن الشروط الموضوعية لدولة العدالة والتنمية والحرية سنتحدث في هذه الحلقة كونوا معنا طوال الأشهر المنصرمة ونحن نحاول فهم ما يجري يعني حولنا في المشهد السياسي والمحلي والإقليمي والدولي لأن الفهم هو الخطوة الضرورية لبناء موقف سياسي جيد موقف سياسي صحيح الفهم الصحيح يؤدي إلى اتخاذ مواقف صحيحة يعني كان الهدف من كل كلامنا طوال حلقات هذا البرنامج هو أن نبني موقف سياسي ناضج أن نحدد موقعنا وموقفنا مما يجري حولنا أن نكون فاعلين في المشهد بصورة إيجابية وليس مجرد منفاعلين به أو منفاعلين فيه الأصل في الحياة هي الحركة وليس السكون كما تقول الفيزياء فإذا لم تكن فاعلا في الحياة بلغة النحو فستكون مفعولا به أو مفعولا فيه إذا لم تتحرك للإسهام في تشكيل شروط حياتك ومستقبل أولادك سيتحرك غيرك ويأخذ من نصيبك لنصيبه المسألة مثل أرضيا مشاع يتسابك عليها الناس ومن بسط عليها فهي له من وضع يده عليها فهي له المستقبل أيضا مثل هذه الأرضيا المشاع تتسابك عليه القوى السياسية والأحزاب المختلفة وبالتأكيد سيبسط على المستقبل الطرف القوي الذي يصنعه الآن والقوة هنا ليست قوة السلاح فقط ولا قوة المال والعدد القوة التي نقصدها هي قوة المعرفة والذكاء في المقام الأول بقدر نصيبك من الفهم الصحيح الآن سيكون نصيبك من المستقبل والوعي الزائف هو طريق زائف إلى المستقبل والتمكين الوعي الزائف طريق زائف إلى المستقبل بيوديك بيوديك مكان ثاني سيكتشف صاحب الطريق الزائف أنه ذهب إلى الماضي في حين كان يظن أنه يمضي إلى المستقبل حرصنا دائما في هذا البرنامج على تكوين وعي سياسي صحيح ووعي حضاري وتاريخي صحيح بالمشهد ولهذا لم نكتفي في كثير من الأحيان بالتسليط الضوء على الصراع السياسي المحلي وحده ولا اكتفينا بالبعد السياسي وحده تحليلا وتأويلا بل عرضنا على المشاهد خريطة التفاعلات السياسية المحلية والإقليمية والدولية بكاملها خريطة شاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والدينية والمذهبية والتاريخية والنفسية والجغرافية والمشاهد المتابع سيكتشف أننا كوننا طوال الفترة الماضية الصورة بانورامية شاملة ومتماسكة للأحداث التي تجري في هذه المستويات واستخرجنا مقولات تفسيرية لما يجري وأجبنا على أسئلة كثيرة عن أسباب الصراع ودواعي ومآلاته وكان لدينا محددات واضحة في فهم ما يجري من هذه المحددات أنه لا يمكن فهم ما يجري في اليمن مثلا دون فهم ما يجري في الإقليم وفي العالم لأن العالم أصبح مترابط مترابطا عضويا مثل ركعة الشطرنج لمن يعرفها أي حركة بسيطة في ركعة الشطرنج لا بد أن تؤثر على شروط اللعبة بالكامل وعلى خيارات اللاعبين لو حركت جندي واحد على ركعة الشطرنج حركة واحدة للأمام لا بد أن هذه الحركة أن تؤثر في جميع شروط وخيارات بقية الأحجار على ركعة الشطرنج حتى خيارات الملك نفسه ولهذا نقول للناس لا تستهينوا بأي جهد تقدموه لقضيتكم الوطنية مهما كان هذا الجهد بسيط في نظركم هذا الجهد هو مثل حركة العسكري على ركعة الشطرنج سيؤثر على حركات أخرى لن يضيع لأنه مثل كطرة المطر أيضا يعني كطرة المطر في ذاتها قد لا يكون لها معنى في ذاتها الوحدة لكنها بجانب كطرات أخرى بجانب كطرات الآخرين تتحول إلى سيل يجرف الوهم ويجرف الظلم من طريق أمتنا لكن بشرط كما قلنا في الحلقة الماضية الفهم الصحيح وحده لا يكفي إذا لم يكن موجها بضمير جيد بقيام أخلاكية لأن الكضية لم تعد كضية صراع سياسي بمعناه البسيط بل صراع خير وشر كما قلنا ما دم فيه موت وما دم فيه حقوق بتضيع وما دم فيه حريات على المحك فهو صراع خير أو شر وأنت مخير بين أن تكف في هذا الصف أو ذك لا تقول لنفسك مثلاً أن البكرة تشابه علينا ما قدرنا نميز بين الخير والشر لا الخير والشر ليس أشخاص ولا أحزاب ولا قوة الخير أو الشر مواقف وأفكار وسلوك واضح لا يحتاج إلى بيان الضمير الجيد هو البوصلة التي تهديك إلى المواقف المظلمة السياسة اليوم لا تستغني أبداً عن هذه المعاني التي نتحدث عنها لأنه كما قلت لم تعد مشكلتنا سياسية في المقام الأول اليوم كما قلت أصبح معظم اليمنين أو الكتلة المؤثرة فيهم على الأكل ويسميها كتلة تاريخية بيسموها البعض أصبحوا فاهمين لما يجري حولهم يعني فاهمين الصراع ودوافع وأبعاد ومآلات إلى حد كبير يعلمون أن قضيتهم الوطنية أصبحت وركة دولية في لعبة كبيرة هذه اللعبة تهدف إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط إلى إيجاد شرق أوسط جديد لعبة فيها قوة كبرى تلعب بقوة متوسطة في الإقليم قوة دولية كبرى تلعب بقوة متوسطة وقوة متوسطة تلعب بقوة صغيرة وهكذا يعني القوة المتوسطة هنا هي القوة الإقليمية من إيران إلى السعودية الإمارات ما شابه القوة الصغرى هي القوة السياسية المحلية عادة مثل القوة اليمنية بمختلف عنوينها وليس هناك خيارات كثيرة أمام القوة المتوسطة والصغيرة لأن المساحة الممنوحة لها في اللعب محدودة اللي بيرسم المساحة هي القوة الدولية الكبرى هي اللي بتحدد شروط اللعبة ومساحتها وأنت تتحرك في حدود المتاح المتاح يعني حسب ما أوهمونا يعني أو هكذا أرادت القوة الكبرى أن تصور لنا القوة الكبرى صورت للنظام السعودي مثلا أنه ليس لديه سوى طريق واحد آمن هو الطريق المؤدي إلى خدمة إسرائيل والمصالح الأمريكية هذا هو الطريق الوحيد الذي ممكن يأمن وجود النظام السعودي أوهموه قالوا لها الطرق الأخرى خطرة وقد تؤدي إلى تفكيك السعودية قالوا لبن سلمان خليك معنا تكسب ومن يومها والخسارة هي حليفه الوحيد من يومها أوهم النظام السعودي أنه إذا قرر أن يتزعم كتلة عربية أو إسلامية لمواجهة مخطط الشرق الأوسط الجديد ومواجهة إيران ومشروعها وإيران هي كماشة بيد مشروع الشرق الأوسط كما قلنا إذا فعل ذلك سيجد نفسه مجرد كاطرة تجر مقطورة ثقيلة مترهلة من المشاكل والأزمات لأن العرب من نسبة لهم يعني عبارة عن مقطورة من المشاكل وهو غير قادر على معالجة مشكلات هذه الكتلة لأن أموال لسه تكون محجوزة هناك في أمريكا مصادرة بألف ذريعة وذريعة بيطلعوا لكانون جاستا بيطلعوا للمشاكل مش كضية هذا رائع مش كضية ولأن مصانع السلاح أيضا ستتوقف عن تزويده بما يحتاج في حربه ضد إيران هكذا أوهمه ولأنه قد يصبح حدفا لكل سهام العالم بتهمة رعايته للإرهاب والفكر والتطرف والدولة عندها الدولة هشة مش قادر يمسكه حتى من الداخل بشكل جيد مش ضامنها مش ضامن مجتمع أيضا أوهمون أنه قد يزودون خصومه في الخفاء من الحوثيين في الجنوب والشيعة في بقية الاتجاهات يزودون ببعض الأمور اللوجستية التي تعقد عملياته في اليمن وفي غير اليمن هذا فضلا عن أنه سيصبح هدف لتآمر الأشقاء المجاورين من الإمارات إلى مصر إلى غيرها من الأنظمة التي ربطت مصيرها وجوديا بمشروع إسرائيل والشرق الأوسط الجديد ولهذا ولهذا لهذه الدواعي رضخ النظام السعودي واضطر إلى إعادة حساباته وتغيير سياساته بما يرضي المخرج المخرج الكبير وصار ملكي أكثر من الملك بعد أن كان كابا كوسيني أو أدنى من صناعة أهم تحالف قومي عربي منذ العصر العباسي تحالف الذي كان بدأه بدأه الملك سلمان كان ممكن يكون تحالف تاريخي هذا إذا أحصلنا الظن بالنظام السعودي ولم نقول إنه كان جزء من مشروع أمريكا طوال الوقت لنقول أنه فعلا كان في الفترة الماضية كان لديهم مشروع ومشروع تاريخي خطير يعني من أيامة دولة العباسية لليوم ما فيش كتلة عربية واحدة يعني تماسكت بهذا الشيء كان ممكن يقودوها أنا من الناس الذين يعتقدون أن الملك سلمان كان يريد شيء مختلف عن هذا الذي يجري الآن لو لا أن دولته بمؤسساتها المختلفة كانت هشة أكثر هشاشة من أن تصمد أمام الظروف الدولية الجديدة ولذلك سلم الملف لولده وهذه واحدة من ثمار الاستبداد الاستبداد اللي هو طبعا حكم الفرد الاستبداد هو حكم الفرد هذا معنى يعني السلطات كلها بيد فرد واحد هذا هو الاستبداد الاستبداد هنا يعمل في جسم الدولة والمجتمع مثل ما يعمل فيروس الأيدز نقص مناعة يظل يضعف الجهاز المناعي للدولة والمجتمع إلى أن يسقط ولذلك أقول العرب العرب اليوم يستاهلون الذي يجري فيهم لأنهم اختاروا بأيديهم هم الذين اختاروا الاستبداد هم الذين يختارونه ويرفعونه على أكتافهم ويخرجون لانتخاب والاستبداد لا ينتج إلا الشر والمشاكل يعني لا تزرع الشوك وتنتظر حصاد العنب هذا كلام مش منطقي شجرة الاستبداد لا تأتي إلا بالشوك حكم الفرد لا يأتي إلا بالمشاكل العرب للأسف لا سمعوا كلام دينهم ولا سمعوا كلام التاريخ ولا سمعوا كلام الواقع من حولهم دينهم يقولوا لهم لا تتركوا أمركم لفرد يحكمكم بهواه اجعلوا الأمر شورى بينكم قالوا لا الأمر ليس شورى الأمر في البطنين أو في النهدين التاريخ يقول لهم الاستبداد خرب دول محقها دول قبلكم مضيع مجتمعات قالوا لا ما لنا إلا البيادة العسكرية ما لنا إلا السيسي أو صالح أو فلان أو صدام أو علان الفرد الفرد ما لهش العالم بيقول لهم شوفوا كيف يعني إحنا عايشين في ظل الديمقراطية وكيف الناس عايشين في ظل الحرية وفي ظل وكيف أنتوا عايشين في ظل الاستبداد كارنوا يقول لهم كارنوا شوفوا قالوا لا المقارنة هذه غير جائزة هذا طموح مثالي لن نصل إليه أنتوا جندكم الدورية نحن ناس واقعيين واقعيين من الوقوع هنا طبعا وليس من الواقع لذلك أعتقد أن أول شروط الخلاص من هذا الوضع هو الوعي بمخاطر الاستبداد لابد لابد أن يصل الوعي هذا إلى كل فرد داخل المجتمع أن الاستبداد خطر عليه وعلى أولاده وإلا سنظل يعني في دائرة العذاب حتى ننقرض كمن انقرض الذين من قبلنا بسبب عنادهم يعني سنن الكون والتاريخ لا تحابي أحد قد يستبدل الله قوم غيرنا بنا قوما آخرين يعني المنطقة هذه يعني ما ناشي يعني أبناء الله وأحباؤه نحن جنس من سير الأجناس وغيرنا سيحمل الأمانة إذا كان لدينا أمانة نحملها إذن الأمر أصبح واضح تماما الذي عاد عنده شك أو غبش أو رأي ثاني يعلمنا مما علمه الله يقول لنا هل هناك مشكلة أخرى تسبب هذا الخراب غير مشكلة الاستبداد يخبرنا لا تقول لي الجهل والطمع والأنانية وحب الذات والبحث عن المصالح وطلاق أم حسن صحيح الجهل مشكلة والأنانية مشكلة وطلاق أم حسن مشكلة لكن هذا كله هذه كلها مشاكل جزئية مشاكل صغيرة أمام المشكلة الأم مشكلة الاستبداد لأن الاستبداد يوفر بيئة خصبة لنشاط كل المشاكل الجزئية ويكثرها حكم الفرد بطبيعة حكم مستبد والاستبداد يشجع كل الأخطاء الفردية في المجتمع ويغذيها إلى أن تأتي لحظة الانفجار الكبير على شكل ثورة تتكاثر الأخطاء إلى أن تنجب ثورة ولولا الاستبداد يعني لولا استبداد علي صالح ما وصلنا إلى هذا الحال شخص واحد كان يملك كل السلطات بيده يدير الدولة بالتليفون هذا هو الاستبداد شخص واحد يكرر مصير 30 مليون في ظل ظروف تعقدت الدولة ظروف الدولة اليوم والمجتمعات تعقدت كثيرا ما حدش زي عمر أيام عمر ولا أيام عثمان وفلان شخص أمي مليء بعقد الطفولة ومشاكلها يكرر مصير أمة كاملة كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بكارثة وبصراحة هذه الأمة تستحق ما يجري لها هذه الأمة العربية عموما تستحق لا تستحق حياة كريمة الأمة التي ترهن مصيرها عند فرد واحد مهما كانت محاسن هذا الفرد هي أمة غبية تستحق العذاب هكذا يقول الواقع ولا تصدقوا الشخص اللي عامل نفسه خبير ومحنك ولابس نظارة وقاعد ينظر للاستبداد لا تصدقوا هذه النوعية من الناس لأنهم مجرد مجرد طفيليات اجتماعية تتغذى من هامش الفساد الذي يصنعه المستبد ناس يعتقدون أنهم لا يستطيعون العيش إلا في لا يستطيعون العيش في ظل الأوضاع السوية يعني لأنهم بلا مواهب بلا مواهب حقيقية بلا رصيد في الخبرة ولا رصيد في القيام ناس طبعا نحن نعرفهم جميعا ونعرف أنهم بلا مواهب سوى مواهبة التسلق في حبال الحزب الحاكم وإذا هذا دكتور في الجامعة وهذا سفير مفوض وهذا وزير وهذا ضابط كبير وهذا عاقل حارة إلى آخر هذه السلسلة الطفيلية في المجتمع كلنا كنا نشوفهم نعرفهم بعضهم جيران وبعضهم يعني أقارب وبعضهم هؤلاء بطبيعة الحال لا يهمهم طبيعة النظام الحكم كيف يكون ولا يتعنيهم مخاطر الاستبداد على البلاد والعباد لأنه يهمهم فقط متعة متعهم العاجلة غير العاجلة يشتيه متعة هذه الساعة الآن ولو تقوضت بالدولة والمجتمع وهنا يأتي دور هنا يأتي دور الراشدين الواعين في المجتمع هنا يأتي دور ما نسميه بالكتلة التاريخية التي تصنع التغيير شباب الجامعات المدارس ومن في حكمهم هؤلاء هم المعنيون الآن بهذا الخطاب هؤلاء هم هم الذين ينبغي أن يكرروا الآن وليس غدا إنهاء المعساة اليمنية المعساة التي يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي الاستبداد هذه الكلمة التي تتخذ مظاهر كثيرة منها سلطة سلطة الأسرة وسلطة السلالة وسلطة الطائفة وسلطة الكبيلة هذه كلها مظاهر للاستبداد هذه هي فرصة التاريخية التي لا تتكرر في المستقبل الوسيط إذا فلتت من بين أيدينا فنحن نستحق ما يجري لنا ونستحق لعنات الأجيال التي ستأتي من بعدنا لأننا نحن نورث لهم مشاكل كبيرة وبالمناسبة يعني العربي نفسه أو بالأصح المجتمع الغرب المؤسسات الغربية تديرنا من خلال الاستبداد من خلال مؤسسات الاستبداد عندنا هذا ما يوحي به أيضا هذا ما يقوله الواقع وما يوحي به كلام برنارد لويز اللي هو أكثر المستشرقين اهتماما بالعرب وعداء لهم وللمسلمين برنارد لويز يقول أن بعض النخب الغربية السياسية طبعا نحن نتكلم عن النخب السياسية المجتمع الغربي مجتمع راكي بعض النخب السياسية تعتقد أن العرب غير قادرين على إدارة مجتمع محترم متحضر كالمجتمع الأوروبي هكذا يقول هكذا تقول هذه النخب وتقول أنه لا يصح التعويل على العرب ليكونوا ديمقراطيين ولهذا لا مانع أن نتعاون مع حكومات مستبدة ديكتاتورية في الشرق الأوسط تعالوا نستمع إلى برنارد لويز وهو يصرح بهذا الكلام هذه هي وجهة النظر المسيطرة في المؤسسات السياسية الغربية تجاه العرب والوطن العربي نحن في نظرهم مجرد قطعان بشرية غير كابلة للتحضر والذي يهمهم ويعنيهم عندنا هو أن يكون المستبد الذي يحكمنا ودودا غير مزعج مثل صدام وغيرا من المزعجين الغرب يؤمنون بالمثل القائل الجار قبل الدار يريدون أن يضمنوا أن الجار العربي تحت السيطرة تماما لأن هذا الجار إذا فلت خطر خطر كبير يعني العربي عنده ثروة طبيعية ضخمة وعنده موقع استراتيجي خطير وعنده طموح استعماري كديم وعنده إيدلوجيا صلبة وهذه كلها خصائص تجعل العربي مشروع تهديد حقيقي للحضارة الأوروبية ولهذا ينبغي وضع تحت الرقابة الحثيثة وتحت البيادة الثكيلة لأنه خطر أكثر من الخطر الروسي والخطر الصيني هذا ما يؤمن به العقل الباطن في المؤسسات السياسية الغربية أعزائي سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد قلت في بداية الحلقة إننا كعرب ويمنيين صرنا نعرف ما الذي يريده العالم منه على الأكل الكتلة التاريخية للتغيير عندنا صارت تعرف ذلك وأصبح من الضروري أن نعرف ما الذي نريده نحن وكيف نحكك ما نريد وكيف نخرج من هذا النفق المظلم الذي تورطنا فيه ما الذي يريده العربيات ترى؟ ما الذي يريده اليمنيون على وجه الخصوص؟ لو أخذنا كل واحد من المشاهدين وقلنا له اكتب مطالبك خذ كلم وراك وسجل قائمة مطالب وأمنيات سيكون لدينا قائمة طويلة عريضة ضخمة من المطالب وهنا يأتي دور المفكرين لتلخيص هذه المطالب الخاصة وتحويلها إلى مطالب عامة محدودة يصبح لدينا مطالب في مجال التنمية ومطالب في مجال الأمن ومطالب في مجال الصحة ومطالب في مجال الترفيه إلى آخر ذلك يسموها أنواع أنواع يندرج تحتها تفاصيل وهذه المطالب كلها من سيحككها؟ من سيوفر شروط تحقيقها على الأكل؟ الدولة الدولة بالطب جهاز الدولة هو الذي يحقق هذه المطالب ويستحيل تحقيق أي من هذه المطالب بدون الدولة إذن لماذا فشلت دولنا في تحقيق هذه المطالب؟ لأنها كانت مصابة بداء الاستبداد كما قلنا والحل الحل هو مقاومة ثقافة الاستبداد ومؤسسات الاستبداد والشروط صناعة الاستبداد بأي شكل وبأي طريقة من طرق المقاومة لأن المسألة أصبحت مسألة مصير وحياة أو موت كما قلنا لكن كيف يمكن أن نقاوم الاستبداد؟ كيف يمكن أن نحد من هذا المرض في المجتمع؟ طبعا وصفة العلاج واسعة وطويلة لا يمكن بسطها في حلكة واحدة لكن ننتقي أمور بسيطة نتكلم عن حل بسيط ولن نخترع العجلة إذا كان الاستبداد هو تركي يعني الاستبداد ما هو؟ هو تركز السلطة في يد واحدة إذن الحل هو أن نفتت السلطة ونوزعها على أكثر من يد ببساطة فقط لا غير تركز السلطة في يد شخص واحد أو حزب واحد أو كبيلة واحدة أو منطقة واحدة يجعل من هذه اليد فرعون فرعونا مستبدا بالضرورة والسؤال المركزي في هذه الحلقة هو كيف يمكن أن نفتت السلطة هذه؟ يعني نوزعها كيف يمكن أن نوزع السلطة بحيث لا تتركز في يد واحدة؟ لن أتحدث عن حل الديمقراطية ودولة المؤسسات فهذا الحل أنتم تعرفونه جيداً وتعرفون أن تحقيقي يحتاج إلى جهد طويل وسيصبح السؤال أن دائذ هو كيف نحقق الديمقراطية بدل من كيف نفتت السلطة المركزية لن ندخل في هذا نحن بحاجة إلى حل عملي واقعي يفكك بنية الاستبداد ويوفر الشروط الضرورية للدولة الديمقراطية هذا الحل العملي من وجهة نظري هو الفدرالية الفدرالية هذه الكلمة التي يضعها البعض في قاموس الخيانة للأسف لأنها عندهم إحدى كلمات الخيانة وهي في حقيقتها إحدى كلمات الحل في اليمن على وجه الخصوص الفدرالية تعني في المقام الأول تفتيت السلطة التنفيذية المركزية بحيث لا يستطيع طرف واحد أن يكرر مصير الجميع تفتيت السلطة المركزية يوفر بيئة صالحة لتوطين الديمقراطية بأركانها الثلاثة اللي هي حقوق الإنسان، دولة المؤسسات، التداول السلبي للسلطة هذه هي الديمقراطية تفتيت السلطة وإعادة توزيعها يوفر البيئة المناسبة للتنمية بأبعادها الشاملة هذا هو الحل تفتيت السلطة هناك سؤ فهم واسع في مجتمعاتنا أو في مجتمعنا اليمني تحديداً لحقيقة الفدرالية لهذا المفهوم وهناك ميل واضح لفكرة الدولة المركزية نحن مغرمين بفكرة الدولة المركزية صحيح الدولة المركزية لها إيجابياتها ويمكن أن نعتبرها دولة بثالية إذا حققت العدل والتنمية والحرية لكن للأسف التجربة التاريخية أثبتت أن الدولة المركزية لم تنجح في تحقيق المقاصد التي جاءت من أجلها الدولة تأخذ قيمتها ومشروعيتها من مقاصدها إذا لم تحقق الدولة العدالة والتنمية والحرية فلا قيمة لا ولا شرعية لا لأن الدولة ليست غاية في ذاتها الدولة وسيلة وسيلة لتحقيق أهداف إنسانية للأسف الدولة المركزية في اليمن فشلت في تحقيق غاياتها الإنسانية غايات الإنسان اليمني لأنها سمحت بتركز السلطة في يد واحدة فظهر الاستبداد الذي أدى بدوره إلى الخراب والتفكك وصار من حق اليمنين أن يجربوا شكل الدولة الفيدرالية الآن خاصة وأن التاريخ العربي يدلنا على أن وضع الإنسان في ظل الفيدرالية كان أفضل منه في ظل الدولة المركزية التاريخ العربي نفسه يدل على ذلك وقد تنبه الأستاذ الكبير أحمد أمين إلى هذه الحقيقة وهو يدرس العصر العباسي الثاني لاحظ الأستاذ أحمد أمين أن العلوم والآداب قد ازدهرت أكثر بعد ضعف الدولة العباسية وانكسامها إلى دول دول كانت أشبه بالفيدراليات المعاصرة ما فيهاش حدود وفيها أمراء على الإقطاعيات بعضهم يخطب باسم الخليفة العباسي معا أنه لم يعد له صلاح حقيقية به تعالوا ننقل كلام أحمد أمين قال ولئن عد هذا ضعفا من الناحية السياسية يعني تفتت الدولة المركزية العباسية إلى دويلات إذا عد هذا ضعف من الناحية السياسية فإنه لا يعد ضعفا من الناحية العلمية فالمملكة الإسلامية في القرن الرابع الهجري كانت أعلى شأنا في العلم من القرون التي كانت قبلها يعني قرون الدولة المركزية ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت في القرن الرابع فالثمار العلمية قد نضجت فيه والسبب في ذلك كما يقول أحمد أمين أن الإمارات الإسلامية المختلفة أصبحت تتبارى في تجميل موطنها في العلماء والأدباء وتتفاخر بهم وهذا أكسبهم التحبب إلى العلماء والإغداك عليهم فنشطت يعني الحركة العلمية وهناك سبب آخر هو أن انفصال هذه الإمارات عن الدولة العباسية جعلها مستقلة في ماليتها في ميزانيتها لا ترسل المال إلى بغداد بل تغذيقه على أهلها في الوطن نفسه والعلم دائما متأثر بالمال هذا جعل كثير من العلماء ينعمون في ظل الاستقلال أكثر مما ينعمون في ظل الوحدة وقد كان الشاعر مثلا لا يظهر اسمه إلا إذا رحل إلى بغداد فصار يلمع اسمه في بلد بدلما كان مغمور وضرب مثلا أحمد أمين بالمتنبي وغيره المتنبي ظهر في الشام عن سيف الدولة والحقيقة أن تاريخ الأمم لو تعمل ناسا نجد ارتباط وثيق بين ظاهرة النهضة وظاهرة الفدرالية أو تفتيت السلطة وزمان تساءل المفكرون من قبل يعني قبل عقود لماذا ظهرت معجزة العلم الحديث في أوروبا ولم تظهر في الصين أو في مصر مثلا أو في إمبراطوريا كبيرة من هذه الإمبراطوريات القديمة وبعضهم أرجع السبب إلى طبيعة الدولة المركزية ونسبة الاستبداد كلما كان الاستبداد والمركزية فيها أكوى كان التخلف أكبر والعلم أبعد والعكس صحيح بل إنهم ربطوا بين التكدم العلمي وطبيعة المذهب الديني نفسها قالوا إن البلدان الغربية التي اعتنقت المذهب البرتستانتي أكثر تكدما من البلدان الغربية التي بكيت على المذهب الكاثوليكي لأن البرتستانتي المذهب أكثر حرية وليبرالية من الكاثوليكية حتى جعلوا المعيار في ذلك الحصول على جائزة نوبل في العلوم قالوا معظم الذين حصلوا على جائزة نوبل من دول برتستانتي والسر أن المذهب كما قلنا البرتستانتي أكل مركزية وأكثر حرية من المذهب الكاثوليكي والمجتمع يتأثر بالأيدولوجيا ويتأثر بالثقافة التي يتبنى طبعا فالكلام ليس هنا ضد الوحدة لا الكلام مع الوحدة لكن بنتكلم عن شكل من أشكال الوحدة ليس بالضرورة مركزية الوحدة لدينا أشكال للوحدة منها الشكل الفدرالي وهذا يؤمن من ناحية وحدة البلاد ويؤمن التنمية من ناحية أخرى ويوفر شروط الحياة الكريمة والتقدم العلم باختصار إذا لم نستطع نحن اليمنيين أن نضمن تحقيق دولة المؤسسات الديمقراطية في الكريب فعلى الأقل نضمن عدم تركز السلطة في يد واحدة لا صح أن نكرر التجربة الكديمة التي جعلت فرد واحد أو عصابة واحدة تتحكم في مصير أمك كاملة لا يجوز أن نكرر هذه الخطيئة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقولون نحن اليوم نعيش فترة المفسدة المطلقة بعد أن عشنا فترة السلطة المطلقة كل خطأ لابد له من ضريبة كل فضيلة لابد لها من جهاد وثمن وإذا كان ثمن الحرية والحياة الكريمة لأبنائنا هو الموت فلنموت والموت في هذا السبيل أشرف من الموت في غيره الموت ما هوش نادر في حياتنا عموما على كل حال نحن نموت لأسباب كثيرة في اليوم والليلة أسباب كثيرة من معظمها ناتج عن غياب الدولة الراشدة والدولة المحترمة نموت بالأمراض الناتجة عن غياب العناية الصحية ونموت بسبب سوء التغذية ونموت بسبب غياب الخدمات الصحية المناسبة ونموت بحوادث السيارات الناتجة عن سوء الطرق ورصفها وعن تكسير الدولة في خدماتها ونموت بسبب الحروب القبلية داخل الدولة الواحدة نتيجة غياب هيبة الدولة وسلطانها نموت بسبب الخلافات الفردية الناتجة عن غياب العدالة والقضاء العادل الذي يفصل في الخلافات ونموت كهرا موتا بطيئا نتيجة الفكر وضيق الحال الذي سببه غياب العدالة الاجتماعية وغياب العدالة في توزيع الثروة وغيرها كثير من طرق الموت وأسبابه في ظل الدول والحكومات الفاشلة والنظام الاستبدادي إذن إذا كان الموت لابد منه إذا كان لا مفر منه فلماذا نموت في سبيل تحقيق أحلامنا إذن أليس هذا أفضل علينا جميعا أن نقاتل في سبيل حياة كريمة تليك بنا كل واحد له طريقة في الكتال وكل واحد من الموقع وإلا نستسلم مهما كانت الظروف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى نحن لا نتحدث عن نظريات ومثاليات نحن عندنا وثيقة وثيقة مؤتمر حوار وطني شامل أنتجت مسودة دستور هذه المسودة يمكنها أن تكون مشروعنا الوطني الذي يحقق أهدافنا المطلوبة ينبغي أن نتمسك بمسودة الدستور هذه على علاتها وأن نتعامل معها بوصفها وثيقة خلاص لا مجرد خيار سياسي ينبغي أن يتحول هذا الكلام إلى تيار وطني عريض يطالب بتحقيق هذه الوثيقة والتمسك بها وأن يشعر المجتمع الدولي بأن الأمر جد لا هزل وأننا لن نقبل بالعيش تحت ظل الإمام أو البيادة العسكرية المسألة مسألة حياء أو موت ينبغي أن يشعر الجميع بهذا الإمامة ليست أمرا هينا لنفكر في مستقبل أولادنا لنفكر في حرياتنا التي ستصادر في كرامتنا التي ستسحق هؤلاء لا يرحمون النظام الذي يقوم على مبدأ عنصري هو أكثر استبداداً من الحكومات العسكرية لا ينبغي أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة النظام الإمامي والمشروع الإمامي هو أشد أنواع التهلكة لأي مجتمع من المجتمعات وأنا قلت من قبل لا يوجد على الإطلاق مشروع أكبح من المشروع الحوثي اجتمعت فيه كل خصائص المشروع القبيح يعني ليس فقط استبداد استبداد وعنصرية وماضوية وكهنوت وكل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك ستشاهد في ظل النظام حكومة الإمامة اللهم قد بلغت اللهم قد بشهد إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى